ورجعنا لكم مرة تانية يا عزيزان مشاهدين ونضمننا الان كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى حاليا مساء الخير يا احمد مساء النورة كابتن ازاي حضرتك الله يسلمك الله يكرمك ده نور حالي تقردنا بارك الى اهوار النهار ان شاء الله مبارك ونخير علينا ان شاء الله ونرجع للتراتيات والاربعات بتاعت الدوري ان شاء الله بأمر الله ونبعد عن التعادل الاثنين واحد والكلام ده ان شاء الله بإذن الله ربعين ندخل بقى الشنوي الاول ولا الاني سلمان اللي حضرتك عايز نمدأ بالشنوي الشنوي اعتقد انه في حالة من بعد الرجوع من المنتخف في حالة هيلة جدا يمكن الموتش اللي فترة انا قلت لحضرتك هو احسن واحد في الفرقة من وجهة نظري ما فيش اي خطأ ولم حياتك قلت لتقييم قلت لك 9 ونص من 10 والعشر دي ما حدش بياخدها يعني الكمال لله سبحانه وتعال انما هو احسن واحد في الفرقة وفترات الراحة قريبة جدا من بقى ما فيش فترات الراحة تقريبة يعني فترات الراحة بتتكلم عن يومين وتخشت على ماتش التالي هل حارس المرمة زي اللعيب اللي جوه الملعب محتاج برضه ان هو يبقى فيه تدوير راحاتنا لازم 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 بس مش في المباريات معينة يعني لازم الحارس يريح كده كده التدريب دلوقتي ما بقاش ربع ساعة تلتة ساعة 25 ديئة بالكتير قوي شدته وبعد كده كله حاجات خفيفة ففترة التدريب اكيد مستر يان كن واخد باله من النقطة دي كويس قوي انما هو لازم على لان الماتشات مشكلة مش مشكلة عضلية بس مشكلة تركيز بدني وزهني غير طبيعي فبالنسبة للشناوي تحديدا انه على طول بلعب على طول متخب مصر بلعب على طول في النادي الاهلي بلعب على طول فتركيزه دايما عالي نهيك انه هو قائد الفرقة فهو على طول لازم يكون مركز وليزم يكون بيحفز الناس وبيتكلم كتير فدي بتاخد من تركيزه الزهني كتير جدا وبتتعبه بدنيا وحايتك اكيد عارف حاجة ذاك فلازم انا اشايف ان كل 4-5 ماتشات لازم على الاقل رائع خاصة انه نحن ملعب كل 3 ايام يعني فاعتقد فنكملش 3 ايام والله امونك يعني احنا ماكملناش 72 ساعة من اخر مبارا فاعتقد ان لازم بقى فيه تدوير امتى دي بتاعت ميستر كولر اكيد وميستر يان كون بعد مما رجع من ماتش سيريريون تحديدا ماشي بطريقة مميزة جدا ماتش الفات زي ما بقول لحضرتك احسن وحف الفرقة من وجهة نظري النهاردة اتمنى لانه هيبقى عليه دور كبير جدا خاصة في الناحية الدفاعية عندنا مشكلة شوية في ناحية امامه وعلي معلول وامام عشور اللي هو هيلعبه ناحية الشمال هتبقى عندنا مشكلة اللي هم عندهم ايجادة فيها الرجل الافريقي اللي بلعب ناحية عندهم لعيب كواز جدا 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 فهتبقى عندك كروسات كتير جاية من ناحية الشمال وممكن كور ملعوبة لتحته حد جاي من على سنة 18 لان دي بتبقى مشكلة بالنسبة لدفاع الناد الاهلي خاصة لو بنلعب واحد واثنين وده اللي انا شايفه ان بيلعب مروان بس وامام شمال واف شايمين فهتبقى مشكلة لازم يكون مركز 90 ديالة لو هو على مستوى تركيزه العادي اللي بقى له 3-4 مرشات شغال بي اعتقدش النواهب من اسباب مكسبنا ان شاء الله النهار ان شاء الله رب العالمين نروح الناحية التانية الهاني سليمان هاني سليمان حارس كبير في السن وعنده مش كبير يعني مواليد 7 نوفمبر 1984 تم 39 سنة يعني بصها كيف تحصل يعني ما انت في حراس عادت الـ 44 و45 وكانوا قادرين انما هي المشكلة مش في السن المشكلة في الحالة البدنية اللي انا شايف ان حالة الحالة البدنية بتاعت الهاني سليمان ما بقاش زي الاول الهاني سليمان هو صغير كان بيمتاز بالسرعة كان بيمتاز بحسن التوقع حركات رجليه او سرعة رجليه كانت عالية جدا دلوقتي الكلام ده انا حاس ان فيه تأبس شوية اي حاجة برا جسم الهاني سليمان ما بيتعاملش معاها مشكلة كبيرة جدا في الشوتينج انما هو عنده رد فعل وقدرة على انه يروح يقف في الانفراضات كواس جدا جدا اي كروس برا السكس يارضا الهاني مش موجود فيعني دي اول حاجة اتمنى ان تتعمل ويبقى فيها تركيز النهاردة عليها حتى الكورنرز والفاولز اتمنى انها تتلعب برا السكس يارضا او على خط السكس يارضا اي حد هتطلع يركب من النادي الاهل ان شاء الله يكون هدف دي نقطة مهمة جدا انما هو عنده ميزة مهمة جدا فيه بقى خلينا في الناحية الدفاعية الاول فزي ما بقول لحضرتك بيعرف يتعامل كواس جدا مع الانفراضات وبيعرف يتعامل مع رد الفعل في المساحات الدايئة انما الشوتنج من برا وخاصة على الارض هيبقى فيه مشكلة كبيرة دي اتمنى اي حد رايح الانفراض ما تحاولش يتعلق فوق حط على الارض جنب رجليه لانه هو ما بقاش فيه مرونة زي الاول يعني دي مثلا لو شفناها من ورا دي لو شفنا الجونت ده لو اتعاد فيه اعادة من ورا لو هاني سليمان صغير 3-4 سنين كان طلعها بالعكسية سهل جدا انما هو عشان خاطر زي ما بقول لحضرتك اي حاجة بعيدة عن جسم وما بقاش يتريمي فانا شايف ان دي فيه عادة من ورا بس يعني مش عارف هتيجي ولا لا اكيد هتيجي بص هو في حتة طبعا غلط انما حتى لما فرق جسم مرضيش يفرق جسم ورا خطوة وكسل زي ما بيقى من هنا بقى بص يا كابتن الكرة قريبة الكرة قريبة لو طار وطلع العكسية هيلمس بس الحمد لله انه ما طارش فيعني هي دي اللي انا بقولها اي حد يقرب من الهاني يحط جنب رجله جامد ما يحولش يبعد الكرة بس المهم انت ببعيد عنه ارضه صح لنما لو بعيدت عنه ممكن بجسمه من فوق يطلع عشان كده حاول وانت رايح الانفراد يعني اتمنى الكلام ده يكون وصل للعيبة ان شاء الله بس هو عنده ميزة في حتة انه هو ممكن يبدأ اجمع صح انا لسه اقوله في الناحية الهجومية في الناحية الهجومية هو عنده التقاط سريع لكرة وبيعمل اهم حاجة اول ما بيمسي الكرة بيعمل ايد ورجل مظبوطة على واحد قدام دي بقى عايزة ايه محتاجة حد من المهاجمين النادي الاهلي لازم يعطى حتى لو خد فاول مش مشكلة حتى لو خد انظار وموقف ممكن يكون واحد على واحد ورا يخسرنا المباراة لا خد انظار ما فيش مشكلة فدي بتاعت اكيد الاسترايكر واكيد واحد زي صلاح محسن عنده خبرات في القيادة الاولانية فاعتقد ان اكيد صلاح محسن هيروح يعمل حاجة زي كده لو ما عملهاش صلاح لازم يروح واحد زي كريم يعملها وحسين لان دي هتفرم معنا كتير جدا اول ما ننظم دفاعاتنا خاصة تنظيم والله حياتك الناحية الشمال بتاعتنا يبقى فيها تقصير في الناحية الدفاعية كمان لو نقدر نجيب اهداف من بدري ان شاء الله يخلص الجيل يعني العادة بتاعته ان شاء الله ضايع عشر دقايق ويحاكم يديله انظار بعد كده هيستنى والعشرين دقيقة دي احنا خدها في الاخر وقت ضايع بدل ضايع سبعة دقايق والناس تطلع تقولك ده الاهل بيجيب في ديها 97 عشان كده نتمنى نتمنى من الله ان شاء الله ان احنا نجيب بدري لما نجيب بدري هو بيبقى متوتر خلي بقى لك شخص هو هادي يعني هادي يعني اعلم الهادي شوية مش عايزين نقول حاجة كلمة واحد فلو احنا ما اصربع نهوش هي تعبنا صحيح فنتمنى ان شاء الله ان احنا نخلص بدري وان شاء الله بعد المباراة هقولك ان شاء الله زي كل مرة اللي بيحصل بابرنا بإذن الله عبيب كات ربنا عايز شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا